وعلى الصعيد الكروي والرياضي على الصعيد الرياضي الاهلي بيسابق الزمن في التعامل مع المباريات المضغوطة في التوقيت الحارق جدا الاهلي خلاص وصل لصدارة الدوري لكن المباريات السابع المتبقية شايفين الحيز الزمن بتاعه تقريبا كل اقل من ثلاث يام هتلعب مباراة سابتوا اربع سابتوا اربع باستمرار فالجهاز الفني يمكن النهاردة كابتن سيد عبد حفيز قال ان هو تم انتظام اللاعبين الخامسة اعضاء المنتخب الالومبي في التدريبات خلاص مجرد ما خلصت من مباراة ودي دجلا بارح بدأت تفتح صفحة سيروميكا كلوباترا يوم السابت انتظم اللاعب الخامسة في التدريبات بدرب نون بيعاني من ايجابي كورونا فمستمر في العز ويمكن يومين او تلاتة ويعمل مسحة تانية ان شاء الله يكون كويس منها لكن تمرينة النهاردة شارك فيها الخامسة الالومبيين كان سبقهم صلاح محسن في المشاركة القرار يشاركوا او لا يشاركوا او بعضهم يشارك او بعضهم لا يشارك امام سيروميكا كلوباترا هم تحت رهن المدير الفني ايضا وليد سليمان كابتن الفريق المصاب بيواصل تدريباته التأهلية ووصل لمرحلة الجاري وايمن اشرف كان غاب عن المران اللي نزلت برد لكنه شارك في المران الجماعي النهاردة كل اللعيبة يمكن حتى اخر الاثنين الولمبيين اللي شاركوا كان ناصر ماهر وش النوي دخل امران اليوم والكل بحالة كويسة اهلي محتاج لكل عناصره المعركة شديدة السخونة شديدة الهمية شديدة الحسم في سبع مرات القادمة لكل من الاهلي والزمالك ولذلك كل فريق محتاج كل عناصره في احسن حالاته وهنا عادي اتوقف بس على قوة الخرار في النادي الاهلي رغم يعني انت قلت ان حلعب خلال توقف الولمبي واتفعت على ثلاث مباراة فقال لك طب انا احجاب لك اللعبة قبلها بيوم لم يتردد النادي الاهلي انه يعمل الصح ولو انه خاد المخطرة وتكبد المشاقة فعمل ايه النادي الاهلي اه شركة كل الفريق المنتظم وزي ما قلت لك المرة الفاتر هو اللعبة اللي جاية دي مش محتاجة راحة مش محتاجة تأقلم فكان فيه مجازفة بشرك اي عناصر من هزيل عناصر مجازفة فنية مجازفة بدنية النهاردة لما يرجعوا بقى وينتظموا هنرجع على طبيعتنا من اول ماتش سيراميكا كل فترة يبقى كل عناصر النادي الاهلي تحت رؤية ال اصلا انت كمان بتشتغل باكتج يعني عندك سيراميكا السبت والاسماعيل الاربا محتاجك فرقتين والفرقتين يجب ان يكون زبعة وليد سلمان بالمناسبة بعد سيراميكا يدخل كورة يعني اصلا اقول ايه بقى انت عندك كده وندفيد ابتدى مش عارفين ندفيد كان في الثمانتاشر كان في الثمانتاشر يعني يعني والناس لازم متتوقعش منه برضو وحتشوف ندفيد اللي قبل ما الاصابة على طول لا اقوى حتى مستر بيتسو هيديله على فترات اكيد مؤكد سيبوا الناس تشتغل انا عايزة اقول ايه بلاش بقى التنظير والاحكام سيبوا الناس تشتغل هم قادرة بحالة لعبتهم وخلينا ماتش ماتش طيب ده يمكن الجانب من مران الفريق وشايفيني كابتن خطيب موجود مع مستر بيتسو موسماني اللي اطمنانا على الفريق وتقديم كل التسهيلات وكل ما يحتاج الجهاز في هذه المرحلة فيه تركيز شديد جدا في المرحلة دي زي ما بقول لكم انت بتتكلم في مرحلة مضبوطة جدا ما فيهاش فرصة ابدا لالتقاط الانفاس انت بتطلع من مباراة بتدخل في اللي بعدها فمحتاج كل اللعيبة ومحتاج كل التركيز ان شاء الله في المرحلة المهمة الحالية